السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم مانس أحمد تكمل الأسئلة رياضيات صفتال تعدادي هذا الدرس الثالث الذي ندرسه فيه تمرين واحد واحد تمرين الثالث يقول لك أوجد تمرين الثالث يقول لك أوجد أوجد مفكوك ثم أختصر هذا الباب خاص بشني بوحدة إيجاد المفكوك والتحليل الجابري كويس أول مثال يقول لك شني خلينا نقسمها هذه الثالث أول مثال يقول لك خمسة في الصين زائد أربعة زائد اتنين في الصين زائد سبعة كويس فإحنا إيش نبنوزع نوزع الخمسة الداخل وبنوزع اتنين الداخل وبعدين نجم الحدود المتشابهة إذا خمسة في الصين بخمسة سين خمسة في الأربعة بيعشرين زائد تنين في الصين بثنين سين تنين في السبعة بأربعتاش كويس نجم الحدود متشابه هذا يتشابه مع هذا خمسة زائد اتنين بسبعة سين عشرين زائد أربعتاش بأربعة وثلاثين وهذه هي إيجابة السؤال نمشو للسؤال اللي بعد السؤال اللي بعد يقول لك تلاتة تا ناقص خمسة زائد تا ناقص واحد نفس الشي نوزع ثلاثة الداخل تولي ثلاثة تا ثلاثة في الناقص خمسة بيناقص خمستاش زائد تا ناقص واحد لان هنا كن في واحد واحد في التا بي تا واحد في الناقص واحد بيناقص واحد نجم حدود متشابهة ثلاثة تا زائد تا بيساوي أربعة تا ناقص خمسةاش ناقص واحد ناقص ستاش ناقص خمسةاش ناقص واحد ناقص ستاش يعني كأنك تحط الإشارة وتجمحها متولي ستاش كويس هذا بالنسبة للتمرين رقم بأ نمشو للتمرين رقم جيم أربعة طبعا تمرين جيم في حاجة ناقصة مش مكتوبة في قيمة مش مكتوبة فنحن نلغيه نمشي للتال السؤال دال يقول لك خمسة في الاتنين صاد ناقص خمسة زائد التمانية في الثلاثة صاد ناقص واحد نفس الشي نوزع الخمسة الداخل خمسة في الاتنين بي عشرة صاد خمسة في الناقص خمسة بيناقص خمسة وعشرين لأن هذه كانها موجب موجب في سالب بسالب 5 في 5 بـ 25 زائد 8 في 3 بـ 24 صاد 8 في الناقص 1 بناقص 8 لأنه موجب في السالب بسالب 8 في الواحد بـ 8 كويس إذن عندي أكتر من حد عندي الحد هذا مع الحد هو نجمعه مع بعض 10 زائد 24 بيساوي 34 صاد ناقص 25 ناقص 8 إذا جمع الضرب رضعي فيه ناقص 33 ناقص 33 أو نضع الإشارة بعدين نجمعه 25 مع 8 25 مع 8 33 ونضع الإشارة السالبة كويس وهذا هو بالنسبة لإجابة السؤال رقم دال نمشي للسؤال رقم ه سؤال ه يقول لك 10 في التا زائد 1 ناقص 2 في التا زائد 5 11 في التا بـ 11 تا 11 في الواحد بـ 11 إذن 11 تا زائد بـ 11 بـ 9 تا 1-9 تا 11 ناقص 10 بيساوي زائد 1 لأن 11 ناقص 10 بيساوي 1 إذن 9 زائد 1 كويس سؤالي بعد اللي هو 6 في 3 نون زائد 5 ناقص 3 في 2 نون ناقص 5 كويس 6 في 3 نون بي 18 نون 6 في 5 بي 30 ناقص 3 في 2 بي 6 نون ناقص 3 في 5 سالب في السالب قلناها سالب في السالب شي بيساوي موجب سالب في السالب بيساوي موجب 3 في 5 بي 15 نجمع الحدد المتشابهة 18 نون وعندنا ناقص 6 نون 13 ناقص 6 بساوي 12 نون 30 زائد 15 بـ 45 وهذه هي إجابة السؤال نمشي السؤال اللي بعد 3 في 3 دال ناقص 5 ناقص 7 في 2 دال زائد 3 3 في 3 بـ 9 دال 3 في ناقص 5 بـ 15 ناقص 7 في 2 تولي ناقص 14 لأنها سالب في الموجة بسالب 7 في 2 بـ 14 ناقص 7 في 3 بـ 21 ناقص 21 ناقص 21 نجم وحدود متشابهة 9 دال ناقص 14 دال نأخذ إشارة العدد الأكبر ناقص 21 ناقص 21 ناقص 21 بـ 6 بـ 6 36 بالضبط ناقص ناقص 15 ناقص 15 ناقص 21 تولي ناقص 36 ناقص 36 وهذه هي إجابة السؤال جيد ناقص 21 تمرين تمرين ثالثة ثلاثة في 4 ناقص 5000 ناقص 5000 ناقص 21 3 في الاربع بالكامل سوف نحن نوزع 3 3 في الاربع بـ 12 3 في الناقص 5 ينقص 15 ناقص 2 في الخمسة بينقص 10 ناقص الموجب ناقص 2 في الخمسة بينقص ناقص الموجب بينقص 2 في الأربع ألف بينقص 8 ألف كويس إذن 12 ناقص 10 بينقص 2 ناقص 15 ألف بينقص ناقص 7 ألف ناقص 7 ألف وهذه هي إجابة الثمانين هذا للأخير يجبونه واجب السؤال الرابع طبعا ألف ألف ليس مكتوبة صحيحا أو دعني أقول لكم بالضبط أن تأكدوها ليس مكتوبة هنا في رقم فأكيد غلط في السؤال ففي أسئلة نجلب فيها لأنه فيه شني فيه مغلط نفس الشي هذي هذي هنجاوبها حتى هذي ممكن يكون لقواس الداخل باهي لقواس ممكن تكون الداخل فأخذي نأخذ جيم مباشرة نمشوا لجيم فسؤال ألف وبها فيه مخطأ في الطباعة عندي في الكتاب جيم شي يقول أوجد مفكوك أو طبعا السؤال شي يقول سؤال أربعة أوجد مفكوك ثم اختصر رقم جيم ألف في ألف زائد ثلاثة نعقص ثلاثة في ألف زائد ثلاثة إذن ألف في الألف كأن هذه أسها واحد ألف في الألف في ألف تربيع يعني نفسها تضرب هذه في هذه تحطها زي ما هي وتجمع الأسس تولي ألف تربيع ألف في الثلاثة بزائد ثلاثة ألف ألف في الثلاثة كأن هنا فيه واحد 1 في 3 بالتلاتة ألف 1 في 3 بالتلاتة ألف ناقص 3 ألف لأن 3 في ألف بالتلاتة ألف ناقص 3 في زائد 3 من نسوش إيشالات ناقص في الموجة بسالب 3 في 3 بالتسعة إذا النجم الحدد متشابهة تقعد لي ألف تربيع هذه بروحها وعندي 3000 ناقص 3000 يمشي مع بعض يقعد لي ألف تربيع ناقص 9 وهذه هي إجابة السؤال كويس نمشي السؤال دال لأنه مكتوب صحيح عندي هنا مزي ألف وبا دال شي يقول يقول را في را زائد 4 ناقص 4 في را زائد 4 نفس الشي را في را شو بيساوي؟ بيساوي را تربيع را في الأربعة بيزائد 4 را ناقص 4 في را ناقص 4 را ناقص 4 زائد 4 أو ناقص 4 مضروبة في زائد 4 لذلك من ناقص 4 تضروبها في زائد 4 ناقص 4 مضروبة في زائد 4 ناقص 4 في الموجة بيناقص لا يوجد أسئلة صحيحة ونرى طباعة كتاب كاف في كاف زائد زائد خمسة في الكاف زائد خمسة كاف في كاف يساوي كاف تربيع كاف الخمسة خمسة في الكاف بخمسة كاف خمسة في الكاف بخمسة كاف خمسة في الخمسة بخمسة وعشرين لاحظوا أن جميع الإشارات متشابهة هذه تنجمع مع هذه لنضعها لوتا وهذا الزوز نجمعهم وهذا ننزل لوتا إذا كنت لدي كاف تربيع لأن لم أكن لدي كاف تربيع ثانية في المسألة لدي زائد خمسة كاف وعندي زائد خمسة كاف زائد خمسة كاف زائد خمسة كاف شي بيساوي؟ طبعا الكاف متشابه مع بعض خمسة زائد خمسة بعشرة إذا ناج بيساوي زائد عشرة كاف زائد خمسة وعشرين كويس إذا كاف تربيع خمسة زائد خمسة بعشرة إذا عشرة كاف زائد خمسة وعشرين نمشو سؤالي بعد ألف في ألف ناقص أربعة ناقص أربعة في ألف ناقص أربعة كويس ألف ألف كويساوي؟ ألف تربيع ألف الناقص أربعة ناقص أربعة يเปيهي تربت ألف ناقص أربعة ناقص أربعة بناقص ثمانية ألف لأنني يجمعوا ناقص أربعة ناقص أربعة بناقص ثمانية ألف زائد ستاش وهذه هي إجابة السؤال آخر سؤال هو ح السؤال ح ح في ح ناقص خمسة ناقص خمسة في ح ناقص خمسة هذا السؤال المتاعي إذن ح في ح بيساوي ح تربيع ح في ناقص خمسة بيناقص خمسة ح ما هي ح في ح بيساوي ح تربيع ح في ناقص خمسة بيساوي ناقص خمسة ح ناقص اللي هي هذه لأنه ناقص في الموجة بيناقص خمسة في الواحد بي خمسة ح قصتم عاي لأنه ناقص خمسة في الح تولي ناقص خمسة ح ناقص في ناقص بموجب خمسة في الخمسة بخمسة وعشرين إذا نتولي هذا النزلو زي ما هو وهذا النزلو زي ما هو لأنه ما فيش معاه محددتانيات بينما هدو ينجمعوا إذا ناتش بساوي حات ربيع ناقص خمسة ناقص خمسة بناقص عشرة حا زائد خمسة وعشرين وهذا هو بالنسبة للدرس نتمنى تكونوا قد سفدتم معي في ردس عمل لقابكم في دس قدمة عون الله تعالى شكرا جزيلا على حسن التماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته